اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وان تعلو شرعية الميدان على كل شرعية الميدان على البلد ولا صوت يعلو على شرعية الصورة شرعية الميدان فوق شرعية البرلمان شرعية التظاهر والاضراب والاعتصام والعسيان حقوق كسبها المصريون بتضحيتهم اظن ان الفترة المقبلة سوف تشهد توطرا متزايدا بين الميدان والبرلمان على سبيل المثال الميدان يطلب محاكمة ثورية لمبارك وعصابته لن يتحقق ذلك الا بان يصدر البرلمان تشريعا خاصا بمحاكمة مبارك يحاولها الى محاكمة سياسية شاملة هل يستطيع البرلمان ذلك هذا هو التحدي الاول الذي يتقدم فيه الميدان على البرلمان التحدي الاخر يتعلق بمحاكمة جنرالات المجلس العسكري عن افعال ارتكابوها وتنتسب لجرائم المال والدم المجلس العسكري يطلب تشريعا بالحصانة على طريقة حصانة الشويش علي عبدالله صالح هل يمكن لابد ان يلغط الميدان لمنع اي تشريع بتحسين الجنرالات وتأكيد انه لا احد فوق المساءلة والحساب ايضا لابد ان تكتسب الثورة عمقها الوطني بالتخلص من الهيمنة الامريكية في القاهرة ومن الاثار المترتبة على مواحد السلام المصرية الاسرائيلية لابد ان تكتسب الثورة عمقها الاجتماعي بالانحياز اوسع انحياز واعمق انحياز للطبقات والفئات الغالبة في تكوين الشعب المصري وكلها تحت خط الفقر والبطالة والعنوسة بتشريعات تؤكد اعانة البطالة وضع حد ادنى وحد اقصى للدخول بضرائب تصعودية تصل الى نصف الدخول فوق اي شاء يعني فوق الارباح التي تتجاوز مائة الف دولار في السنة يجب ايضا ان نبني نظاما للضمانات الاجتماعية يؤكد اولوية حقوق التعليم والصحة باختصار يجب ان نخلص هذا البلد من بؤسه ويعسه لكي يستطيع ان يختار في الانتخابات بصورة صحيحة لا كما جرى في الانتخابات الاخيرة بالتصويت الديني والاتفتاء على ربنا بعد اليأس من الخلاص في الدنيا شكرا